تجمع مثل هذا كفيل بأن يصيبك بدوار فهنا في بلدة تريكالا بشمال غرب اليونان تجمع هؤلاء التوائم من جميع أنحاء البلاد يوم الأحد في فعالية وصفها منظموها بأنها أول تجمع للتوائم من نوعه في البلاد الفكرة أطلقتها الأختان التوائم كاتيرينا وأثنازيا فاليا وهما في السبعة والثلاثين وتمتلكان مقهن في البلدة وقالتا إنهما كانتا ترغبان في تنظيم فعالية كهذه منذ نعومة أظفارهما تنتابنا مشاعر جياشة ونحن نرى العديد من التوائم المختلف الأعمار هناك من يطابق كل منهم شكل الآخر تماما وهناك أيضا من لا يشبهون بعضهم الآخر كثيرا إنه أمر ساحر ومن جميع أنحاء البلاد قدم أكثر من 172 توأما وستة مجموعات من التوائم الثلاثية للمشاركة في الفعالية التي أقيمت في حديقة عامة وتتفاوت مراحلهم العمرية ما بين أطفال رضع وحتى سن الثامنة والسبعين وطلب من الإخوة التوائم أن يرتدوا أزياء مماثلة وتحدث بعض الإخوة التوائم عن قدرات خارقة يتمتعون بها وكان من بينهم بابي فراغو ذات السبعين عاما التي قالت إنها وأختها التوأم يمكنهما قراءة أفكار بعضهما البعض حتى من خلال مكالمة تلفونية أما جورج ميغاس فقال إنه وأخاه أتشيلياس يقومان بكل شيء معا ويتفقان على كل شيء ما عدا كرة القدم فأحدهما يشجع فريق أوليمبياكوس بينما يشجع الآخر غريمه باناثينايكوس وأضاف أنهما لم يشاهد مباراة معا منذ ثلاثين عاما أما فيما عدا ذلك فهما متفقان ويحب كل منهما الآخر موسيقى